مجلة زعفران وفانيلا موجودة هلأ هي من كل المكتبات؟ مفروض النهاردة تكون نزلت فيها كتير حاجات أهم حاجة أن فيها تقريبا يعني من 90 لـ 100 وصفة يعني أنا حتى منهم يمكن 70 وصفة من وصفاتي والوصفات التانيين من شفات مشهورين ومن الشفات كتير معروفين على الانترنت ليهم صفحات على الانترنت فيها عدد كبير قوي من الناس بس بره الانترنت محدش يعرفهم حلو فأنتي جبتيهم للقراء فجبتهم للناس عشاني تعرفوا عليهم أكتر لأنهما يستحقوا طبعا فأخذنا منهم وصفات وحطناها في المجلة اسموهم نجوم الانترنت هدول أول شي فيه وصفات غادا بعدين نجوم الانترنت بعدين عنا الفنان المصري غادا عبد الرازق هل رح يكون عندك فنان بكل عدد؟ فنان في المطبخ كان مفروض تكوني معانا كان مفروض ولكن ظهور فيما سمحات العدد الجايد شكرا غادا فغادا عبد الرازق عملت تشيز كيك لما كنت في مصر يعني عملت معانا الحديث ويبتع منها خل برافو حلو وبعدين عم بشوف عندك وصفات مثلا إذا الولاد ما عندهم مش تقوية المناعة الحامل طفلك والطعام حتى توابل رمضان كيف ينبغي لطعامك أن يكون فيه رمضان يعني فيها كمان مقالات على الصحة والتغذية فيها وفيها حاجات تانية عن التزيين يعني مثلا بنوريهم خطوة بخطوة زي ممكن يزينوا كاب كيك أو كيكة بنوريهم الفن في استعمال مثلا عجلة السكر وصل لإيه في العالم حاجات مش معقول بجي من لهم صور كتير حلو فيه باب اسمه من هنا وهناك ده بنصور فيه كل الإيفنتات اللي بتحصل متعلقة بالطعام يعني مثلا مسابق الطهية حصلت بالأردن وفيه باب تطبيقات إن هو المشاهدين اللي بيطبقوا أو الكراء اللي بيطبقوا وصفة من الوصفات اللي في المجلة بقدروا يشاركوا بالمجلة بنزل لهم الوصفات بتاعتهم حلو وبعدين شايفي عم بتحتي كمان فيسابة لما عملت فيلها كمان دور لما عملت طبقات للكبكيك من كرتون عم بتفرجي كيف يعني عم بتعيدي نفرجي الناس كيف بتعمل هاي الشغلات أكيد أشياء كتير حلوة وكتير مفيدة طب قوليلي هلأ المعلومات الطبية والصحية والتغذية مين بيكتبها؟ في معايا صحفيات عندهم خبرة كبيرة يعني هم اللي بيكتبوا المواضيع المقالات والأرتكيلز كلها بس الحاجات بتاعت الوصفات والأكلات والحاجات ذي كلها عندي عندي ولا بأي لغادة إذن هذا العدد مفروض يكون اليوم بالمكتبات زعفران وفانيلا وكمان الحمد لله جالي عرض من شركة نشر في الإمارات حيوزعوها في الإمارات وفي دول مجلس التعاون وهي دي أصلها كمان اللي حلو فيها أنها أول مجلة طبخ أردنية أردنية مظبوط مظبوط بتمنالك التوفيق وإن تنشوفي العدد الجاي بصي أنا هعملها لغاية آخر السنة فصلية لو مش الحال من أول السنة نعملها شهرية كتير حلو يعني أنه هذا العدد بيضل معنا كمان شهرين أو ثلاثة يعني أنتي مفكرة تعملينها كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور عدد يعني ربع سنوية على أد سارة على أد سارة كل ثلاث شهور ثلاث دنانير أهي ثلاث دنانير ونص ونص يعني هي عم تصفي زيك أنها كتاب طبخ بمجلة بزاق إنه عندك وصفات غادة ووصفات من هنا وهناك تزايد أفكار للبيت للمطبخ للتغذية للعنايب الأطفال وكل ذلك شكرا غادة بتمنى لك التوفيق إن شاء الله أنت يا جد نشيطة كتير وملحة ما شاء الله على كل شيء الحمد لله يا الله نلحق